الطرق الطعن في الأحكام في الشق الجنائي أمره واضح وضوح الشمس لأنه هنفرق في طرق الطعن في الشق الجنائي بين حالتين الحكم الغيابي والحكم الحضوري الحكم الغيابي طرق الطعن فيه تبدأ بالتقرير بعمل معارضة بتقرير بيعمل به في قلم الكتاب سواء من المحكوم ضده أو من وكيله الخاص وهذا التقرير بالمعارضة بيوقع عليه الوكيل الخاص مع إرفاق التوكيل الخاص أو صورة من التوكيل العام واستحدث في الميكانة الآن صورة بطاقة المعارض سواء بشخصه أو بصفة وكيل عنه وتسجيل الرقم القومي علشان الأحكام اللي بتصدر الآن بتترفع بالميكانة الحديثة الآن في القضاء المصري على الإنترنت وعلى شبكة الأحكام لسرعة تنفيذ الأحكام وعدم الهروب من تنفيذها يبقى المعارضة في الحكم الغيابي يأما من الشخص ذاته كل اللي مطلوب منه أن يرفق صورة بطاقة الرقم القوم الحديثة ويوقع على تقرير بعمل المعارضة أمام الموظف المختص والموظف المختص بيحدد له جلسة تنظر بها أمام المحكمة للمرة الثانية وهي المعارضة والمحكمة بتطرح الموضوع بتطرح أمامها من أول وجديد لكن مقيدة بألا يضار الطاعن بطعنه يعني لو الحكم الصادر الغيابي بحبس المتهم شهر فلا يجوز للمحكمة في نظر المعارضة إلا أنها يا إما تدي براعة يا إما تخفف عن الشهر يا إما تأيد الشهر لكن تدي ثلاث شهور لا تدي ستة شهور لا تزود العقوبة لسنة لا تضيف على قوبة غرامة لا بتحت قاعدة لا يدار الطاعن بطعنه وهذا الكلام هيتطبق برضو في الاستئنام ليه؟ لأن الحكم الغيابي لما بيتعمل فيه معارضة والمعارضة بيتحكم فيها بذات الحكم أو بالتخفيف أو مش راضي عنه المحكم ضده بيعتبر هنا الحكم حضوري يعني في الشق التاني إما أنه يكون الحكم غيابي أو يكون الحكم حضوري والحكم حضوري بمسؤول المتام أو وكيله بالجلسات يبقى الحكم حضوري وخصوصاً الجلسة الأخيرة لأنه لو تخلف عن الجلسة الأخيرة في الحضور بيبقى الحكم حضوري اعتباري وده هيجي في شرعه في الاستئنات يبقى عندنا في طرق الطعن في الأحكام الجنائية أولاً في الحكم الغيابي بيتعمى المعارضة وطبقاً للقاعدة القانونية أنه لا يجوز أن يضار الطعن بطعنه فلا يجوز أن يزداد الحكم المعارض فيه طيب الحكم الحضوري الحكم الحضوري بيتم عمل تقرير بالاستئناف مثل تقرير عمل المعارضة تماماً وبرضو بصورة البطاقة أو صورة التوكيل العام أو أصل التوكيل الخاص وبصورة البطاقة التي تحمل الرقم القومي ويتم تحديد جلسة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتشكيل المحكمة الجزئية في القضاء الجنائي من قاضي واحد وتشكيل المحكمة الاستئنافية في القضاء الجنائي من ثلاثة قضاء رئيس وعضو يمين وعضو الشمال زائد عضو النيابة زائد أمين السر وده هيبقى طرق الطعن في الأحكام طيب الحكم عملنا فيه استئناف الحكم الحضوري عملنا فيه استئناف وما حضرناش جلسة الاستئناف أو حضرنا جلسة واثنين وما حضرناش الجلسة اللي صدر فيها الحكم هنا بيصدر الحكم حضور اعتباري وأجاز القانون أن الحكم الحضوري الاعتباري يتم فيه التقرير بعمل معرضة استئنافية تعرض الدعوة بتقرير بمعرضة الاستئنافية أمام محكمة الجنح المستئنفة للفصل في موضوع الدعوة من جديد ويطرح الدفاع من أول وجديد ويأخذ المتهم حقه في الدفاع بكافة الحقوق التي نص علي القانون طيب الحكم الاستئنافي صدر في الجنح ولم يرتضي به المتهم أعطى القانون الحق له بالطعن فيه بالنقد في الحكم الانتهاء الحضوري الصادر في الاستئناف أو الاعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن بيجوز له الطعن فيه بالتقرير بالطعن في النقد ومحكمة النقد هنا بتبقاش محكمة موضوع بتبقى محكمة قانون تفصل في مدى مشروعية الحكم نفسه وتتفادى إجراءات البطلان الواردة في الحكم وليس لها علاقة بالوقاع إلا إذا رأت أن الحكم باطلا فتنقض الحكم وتتصدى له وتتكلم في الموضوع أمامه يبقى ده بالنسبة للشق الجنح في الجنايات بيصدر الحكم الغيابي بيحق للمتهم عمل في عادة إجراءات وإعادة الإجراءات بتقرير بيتم عرضه على الدائرة المختصة وبيعاد طرحه أمام المحكمة مرة أخرى وتنظره محكمة الجنايات من جديد والحكم الصادر من محكمة الجنايات اللي ما يرتضهوش المحكم ضده بيجوز له الحق بالطعن فيه بالنقد وهذا الطريق أرضا بدع مذكرة بأسباب النقد والتقرير بخلم الكتاب بالتقرير بالطعن بالنقد ومحكمة النقد برضو ملزمة هنا بمراقبة تطبيق القانون على الحكم وليس لها علاقة بموضوع الدعوة إلا إذا نقدت الحكم بيجوز لها أن تتصدى للموضوع بدل النقد والإحالة أصبح إلغى وتتصدى وتنظر الموضوع